موسيقى السلام عليكم حلقة اليوم مع أمير الفلسفة قديس الفلسفة الغربية باروخ سبينوزا في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة هذا الكتاب العين خلصه حلقتين شرح مبسط وسهل جدا جدا عندما نأتي إلى آراء سبينوزا المهمة والرئيسية عن العقاد نجدها فقط في كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة اللي هو حديثنا اليوم كتب سبينوزا رسالة لأحد أصدقاء سنة 1665 قال أنه بصدد تأليف بحث عن الكتاب المقدس لي ثلاث أسباب السبب الأول هو تحامل رجال اللهوت فيقول له أنا أعلم أن رجال الدين رجال اللهوت هم الذين يحولون بين الناس وبين استخدامهم عقولهم في التفلسف ولذلك أنا أحاول في هذا الكتاب أن أكشف هذا التحامل من قبل رجال الدين وتخليص العقول الواعية منه ثنيا السبب الثاني اللي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب هو رأي العامة في أنا لأن العامة لا يكفون عن التهامي بالإلحاد وهذا شيء غير صحيح لذلك أنا مضطر إلى محاربة هذا الرأي بقدر استطاعتي السبب الثالث الذي دفعني إلى تأليف كتاب يتحدث عن كتاب المقدس هو أن حرية الفلسف وحرية الري التي أريد بها أن أدافع بكل الوسائل من أجل أن أحد من نفوذ رجال الدين وطبيعتهم العدوانية هذا الدفاع يختضي علي أن أقوم بتأليف هذا الكتاب إذن عندما نأتي إلى مقدمة كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة سوف يقوم بتحميل أو بشن حملة على رجال اللاهوت لماذا؟ لأنهم يتخذون من قداسة الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة بشكل عام نقطة بداية يجعلون من تلك القداسة الكتب الدين مبدأ في الدراسة والتفسير لكن إذا تأتي إلى الحقيقة هم يجب أن يفعلون العكس بمعنى أنه ندرس الكتاب ثم نستخلص النتاج إذا استطعنا أن نستخلصها من الكتاب المقدس في نهاية البحث بعد التفكير والتأمل كامل وليس من البداية أن تتفرض قدسية على كتاب تضعها تحت المجهر إذن الظرر الذي يترتب على نظرة رجال الدين هذه هو أنهم يستغلون طابع القداسة هذا من أجل أن يخنقون حرية التفكير من أجل كتم الأصوات الحرة أصوات خصومهم وكذلك أيضا في السياسة إذن عندما تنظر إلى هذا الاستبلاد الديني من قبل رجال الدين كأن مصالح الدين لا تتحقق إلا عن تركبت الحريات كأن مصالح الدين لا تتحقق إلا بالاستبداد على هذا النحو الغاشم لذلك كان دافئ سبينوزا في هذا الكتاب هو كفالة الحرية السياسية هو كفالة حرية التفكير في الأمور الدينية يريد أن يقول أن هذه الحرية لا تتعارض لها مع مصلحة الدولة ولا تتعارض مع مصلحة الدين أبدا أفضل النظام هو النظام الذي يتم فيه فصل الدين عن الدولة انفصال تام تصبح الدولة هي المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بحياة الناس بحياة رعاياها الاجتماعية السياسية الفكرية وليس رجال الدين وليس المؤسسات الدينية لذلك يقول سبينوزا أنا من حسن حظي وجدت في هذه الدولة يقصد هولندا اللي هرب من إسمانيا هولندا كانت جمهورية يقول هذه الجمهورية تكفل لحق تكفل لكل الأفراد حريتهم لكل فرد إلى الحق بحرية لا قيود إلها يستطيع أي فرد في هذه الجمهورية أن يعبد الله حسب ما يمليه عليه ظميره هذا الفرد من حقه أن يعبد الله وحريته تكفل لتلك العبادة إذن رأيت أنه عملي لن يكون جهود ولا عقيم إذا ما أثبتت أنه هذه الحرية إذا ما منحت للأفراد فلن يلحق يعني على أثرها النظام العام أي ضرر الدولة لن تتضرر الدين لن يتضرر بل إنه بدون هذه الحرية لا تزدهر للتقوى ولا يرتكز النظام العام على أسس متينة أبدا الحرية هي الأصل لكن مؤكد أن سبينوزا أخفاقتان في أن يدفع عن نفسه تهمة الإلحاد اللي وجهتها إليه العامة الجاهلة والأمر المؤكد أنه هذا الكتاب زاد الطيم بله هذا الكتاب رسالة في اللهوت والسياسة بالعكس دعم هذه التهمة ولم يخففها على الأطلاق بل أن معظم متاعب سبينوزا مع السلطات الدينية والثقافية كانت ترجع إلى هذا الكتاب رسالة في اللهوت والسياسة لماذا؟ لأن أصلاً كتاب الأخلاق هو كاتبة لكن وصلاً لا ينشر إلا بعد وفاته بالعكس يعني سبينوزا لحقتها مشاكل كثيرة بسبب هذا الكتاب طيب ما هي المآخذ التي تجرح مشاعر الدينية في هذا الكتاب يعني ما هي الاعتراضات من قبل رجال الدين أولاً قالوا أن سبينوزا في هذا الكتاب رسالة في اللهوت والسياسة يخلط لك بين الله وبين الطبيعة هذا لا يجوز الله يعني متسابي فهوق متعالي الطبيعة سبينوزا يجعله نسوها هاي أول نقطة ثانية نقطة قالوا أن سبينوزا ينكر المعجزات التي يعتقد المسيحيون بل كل الأديان إنها هي الوحيدة الضامنة من أجل بقاء الإيمان وعدي حلقة كاملة عن المعجزات اسمها المعجزة سأضعها بالوصف وأيضاً سأضع جميع حلقات سبينوزا القديمة تقريباً سبع حلقات فهذا السبب أولاً يخلط لك بين الله وبين الطبيعة ثانياً سبينوزا ينكرر المعجزات والسبب ثالث غموض موقفة من المسيح وتجسد المسيح وتضحية المسيح والأهم من كل هذا أنه رفض فكرة الحتمية الإلهية الشامل على الدين لأنه هو يقول سبينوزا يقول أنه إذا كل الأشياء مقدرة من الله سوف يؤدي هذا الأمر إلى استحارة الثواب العقاب إذا أخضعنا كل شيء إلى قضاء الله وقدره إذا قيل أنه كل شيء يصدر عن الله بضرورة مطلقة هل سيبقى مجال الفضيلة؟ هل سيبقى مجال الثواب العقاب؟ الإنسان اللي يرتكب جريمة يقول أن الله يعني بأمر الله أنه قتلت والإنسان اللي يرتكب اللي يعمل حسنات سوف يقول أنت ما ارتكبتها بحذ ذاتك الله مقدر لك ترتكبها إذن يسقط الثواب العقاب لذلك فكرة سبينوزا عن الله تجعل الله وكأنه غير مكترس بما يعتنق الناس من أي دين أي رأي دين أنت يعجبك تعتنق الدين الفلاني كذا حيحسب سبينوزا يعني بمعنى أنه لكل شخص أن يعتنق من العبادات والعقائد الدينية ما يرى أنه هذه العقيدة هي تناسبة من أجل أن يستطيع أن يمارس الفضيلة فليس حكرا على الإنسان أن يعبد عقيدة ولد عليها بمحظ الصدفة صدفة الميلاد لذلك يقول أحد النقاد يعني ضد سبينوزا يقول سبينوزا يهدم كل عقيدة ويهدم كل دين سبينوزا يقلب جميع الأسس فهو يدعو خلصة إلى الألحاد أو يقول بإله لا يستطيع هذا الإله يعني لا يستطيع للناس أن يشعرون بهذا الإله أو احترامهم لألوهيته إله هو ذات خاضع للقدر لأنه يقول الله هو الطبيعة وطبيعه الله فيقول هذا النقاد أنه هذا الله يعني لن تكون هناك حيبة لهذا الإله أو حتى المشيئة الإلهية وبالتالي لن يعود هناك لا ثواب العقاب فسبينوزا لا يعلم إلا الإلحاد البحث وذلك بحجاج خفية مستترة ومؤكد إذا أتينا إلى هذا المنهج التفسيري اللي تبع سبينوزا في هذا كتابه عندما أتى أو بحث جميع النصوص الموجودة بالكتب الدينية هو أتى من حيث يعني رجل علم يعني من موقف الباحث العلمي الموضوعي الذي لا يحكم إلا على أساس ما يملي عليه عقله وليس ما تمليه عليه مشاعر وعواطفة أبدا لذلك لذلك كان مرتبط أشد الارتباط بدعوته إلى حرية التفكير حرية البحث التي يجعلها في هذا الكتاب هدف هدف لكل الناس لذلك في دعوته الأخيرة هذه لا في فقط في دعواته إلى التفسير العلمي للنصوص الدينية استمق جميع الأفكار العلمية التي سوف تكون سابقة لأوانها وعصرها سبينوزا نستطيع أن نقول هذا الرجل كان مبشر بأفكار هذه الأفكار لم تتبلور بعد إلا تقريبا منذ عهد الثورة الفرنسية على سبيل المثال عندما نأتي إلى أمثلة من هذا الكتاب ماذا يقول سبينوزا في كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة يقول أعني بمعونة الله النظام الضروري الثابت للطبيعة أو سلسلة الحوادث الطبيعية بحيث أن القول بأن كل شيء يحدث وفقا لقوارد الطبيعة أو القول أن كل شيء مكتوب بأمر الله يعنيان في رأي أمر واحد يارس بنوزا أنه فهم استمرار الطبيعة يمكن أن يسمى أمر إلهي لماذا؟ لأن أصلا الفكرة الإلهية كامنا أين؟ كامنا فينا لا في الكتب المقدسة ولا فوق الفكرة الإلهية تكمن في العقل البشري وهي التي تدفع الإنسان إلى البحث ماذا يعني هذا؟ يعني أنه الأمر الإلهي حسب رئيس بنوزا كامن في داخل النفس البشرية ليس له أي مصدر خارجي بالتالي عندما نسئله يا سبينوزا طيب ما هو الإيمان؟ عرفنا الإيمان أعطينا تعريف بسيط للإيمان يقول الإيمان هو معرفة الله هاي فقط الإيمان معرفة الله وبدونها تستحيل طاعة الله لأن أنت ما تستطيع أن تطيع كائن ما تعرفه صح؟ أنت لا تستطيع أن تطيع أي شيء شخص ما تعرفه بالبداية تعرفه ثم تطيعه طيب ما هي هذه الطاعة؟ عندما نسئل يقول حب الجار فقط فقط بمعنى أن طاعة الله تكون في حسن المعاملة حسن معاملة الناس انتهى هذا الدين بيأكمله وهي الهوسة ومؤسسات الدينية ملايين رجال الدين وكتب الدينية والحروب الدينية سبينوزا يلخص لك بحرفين الطاعة التسئلة ما هي الطاعة؟ يقول حب الجار حب الناس اتذاح بيت الناس هذا كلش كافي يعني التعريف هنا يوحدك بين الإيمان وبين حسن معاملة الناس بالتالي لا يوجد اي اهمية لأي اختلاف ديني مذهبي بين العقائد الدينية بيأكملها طيب هنا تسئلة ياس بينوزا ما هي المصادر اللي سوف تستمد منها او الاستمدية منها بحثك بالطرق اللي تممكن ان توصلك الى الله وتوصلنا الى الله يقول ان المصادر اللي استمدية منها بحثي هي كتب الانبياء كتب المقدسة طبعا هو مؤكد من يقصد يقصد انبياء من اسرائيل طيب حتى الحال ثم يقول اسبينا وزا ولما لم يكن هناك بقدر ما اعلم اين بي حي في هذه الايام لا مفر لنا من قراءة كتب الانبياء الراحلين والحقيقة ممكن انتلاحظ في هذه الجملة الجملة اللي يقول بها لم يكن في هذه الايام بقدر ما اعلم اين على قيد الحياة ممكن نتلاحظ بها نوع من الاستخفاف بالموضوع باسرة نعم هذا الاستخفاف اصلا اللي يبدي اسبيرنز هنا هي طريقة نعم مستترة خفية ينعكس على جميع كتب تقريبا يعني العوامل اللي يقروها يجدون بها اعترام ظاهري لوجهة نظر انبياء بني اسرائيل يعني هذا باكمل تقريبا كما نقول اخذ الناس على قدر عقولهم اعتاد سبيروزا نفعل هذا الامر في كل مألفاته طيب ما هو موقف سبيروزا في رسالة في اللهوت والسياسة من المسيحية في هذا الكتاب عند سبيروزا يقول انه تعاليم موسى بالوصائل العشر اللي الله اعطى اهياب الالواح في رأي انه هذه التعاليم مكيفة تابعا لاذهان اليهود فقط هدفها تربية لا تحقيق رفاه ومملكة اليهود فقط بمعنى ان نبي الله موسى كان يخاطب اليهود بوصفة مشرع وقاضي وكان يتناول في تشريع هذا الجانب الظهر من سلوك الانسان لا الى علاقة بغيبيات ولا الروحيات ابدا طيب ماذا عن المسيح يقول لا المسيح تناول التعاليم حياة الانسان الباطني كان الجزاء عند المسيح روحي اكثر منه دنيوي اذن عندما يحل الاسبينوزة مختلف طرق الاتصال بين الله وبين الانبياء ما هي الوصيلة التي يتصل بها الله بالانبياء عندما يأتي الانعجيل يرى انه الاوصاف التي واردة في الانعجيل بيأكملها لا تدل على عدوث اي اتصال مباشر ذهني بين الله وبين اي ذهن اخر سوى المسيح كيف يقول عندما تأتي الانبياء الله موسى الاتصال بين الله وبين موسى عن طريق الكلام وكلم الله موسى الكلام يحتاج الى مخيرة صح يحتاج مخيرة من أجل تفسير او فهمه يعني هناك واسطة بيناتهم الكلام ومعرف ان الله اتصال بكثير من الانبياء اليهود على سبيل المسيح اتصال عن طريق الاهلام العلامات رؤى اشارات ايضا واسطة بحيث تحلل شفرة تحلل لك الحلم الشافواء والعلامة وغيرها اذا سبيلنا يقول الحالة الوحيدة التي تنفيها اتصال مباشر من ذهن الى ذهن دون اي توسط سواء من لغة او خيال هي المسيحة بين الله ومن المسيح وكأنه يعني المسيح هو القدوة لإسبينوزة اثنين هم يهود خرجوا عن اليهودية اثنيناتهم رضوا كل عبادة تقوم على طابع مادي وايضا المسيح لا ربما ضرب مثل إسبينوزة بحياة الروحية وكذلك حتى تضهيته لدرجة انه الفيلسوف اليهودي تقريبا بالقناة العشرين ليوشي تراوس هذا فيلسوف يهود يقول انه هذا الكتاب اللي هو رسالة فيه اللاهوت والسياسة وضع من وجهة نظر مسيحية بمعنى يقول ليوشي تراوس انه سبينوزة اراد ان يقدم للمسيحيين نصيحة جدا مهمة انه يا ايها المسيحيون تخلوا عن الآثار اليهودية المادية اتركوا العهد القديم تمسكوا بس بينجيكم لانه الآثار اليهودية المادية موجودة بالعهد القديم شوهت المسيحية من بدايتها لذلك عليكم انتعودون الى التعاليم الروحية الخالصة للمسيحية الاصلية اذا الغرض الاساسي من هذا الكتاب رصالف اللهوت والسياسة هو تحرير المسيحية من حسب ما يقول ليوش تراوس تحرير المسيحية من تراث اليهودي اذا سبينوزة يرى ان الله هو العلة الكامنة في كل شيء وليس علة متعالية فوق في السماء لا ثم يفسر لك الفكرة المسيحية التي تقول ان المسيح هو الابن الازلي لله يقول لا بس هاي نجد لها تفسير هاي معناها ان المسيح كان يعبر عن الحكمة الالهية الازلية كما تتمثل هاي الحكمة في جميع الاشياء لا سيما في العقل البشري حكمة تؤدي للخلاص هذا القصد مو ابن الله يعني هي ابن كذا طيب عندما تسألي يا سبي نوزة ما رأيك في فكرة اتخاذ الله صورة بشرية يقول هذه فكرة اجدها اكثر صعوبة من عندما اقول الدائرة اصبحت مربعة ما افهمه طيب ما هي العقاد عند اسبي نوزة وضع اسبي نوزة في هذا كتاب رسالة في الهاتف وسياسة حد فاصل بين العقل وبين الايمان كل منهم الى مجال الخاص الذي لا يجب ان يتعدى على حدود الاخر ما هو مجال العقل مجال العقل هو الحقيقة هو الحكمة هو المعرفة طيب ما هو مجال اللاهوت هو التقوى والطاعة فقط اللاهوت ما ينبئنا بشي ولا يعرفنا بشي ولا يحضنا على شي ولا ينهانا عن شي مفروض يعني اللاهوت بأكمل ما يؤمرنا الا بطاعة الله ومحبة الناس وبس لا هم لا خلوا فيزييا لا كيميا لا خلوا لك ظوهر طبيعية ما شرحوها كل شيء يعني بحيث اصبحوا مثل الهوى المخنوق يعني خلقوا النفس البشرية بآراهم التي ليس لها داعي لذلك اسبينوزا ما يتجهي لمعارضة العقل يعني يقصد ان الدين لا يجب ان يعارض العقل يقول ان الدين عندما تأتي لحقاقتها معارضة العقل انما عنده مبادئ مبادئ ايمانية هذه المبادئ تمام يعني هي مفيدة للناس بشكل عام ضرورية فقط للطاعة لكن حتى هذه المبادئ الدينية العقل ايضا يحدد حقيقتها بدقة وليس اللاهوت فقط لماذا يقول ان العقل هو نور الزهن العقل بدون تغدو كل الاشياء خيال وهم لا شيء باختصار يقول انه من الواجب ان لا نسعى الى اخضاع الانجيل الى العقل ولا نخضع العقل للانجيل والحقيقة عندما تأتي على سبينوزا لن تجد احد دافع عن حقوق العقل بمثل تلك القوة لن تجد احد دافع عن الايمان بكل ذلك الاحترام يعني كأننا نستطيع نقول سبينوزا شكك يؤمن بالوحي اذا اراد سبينوزا ان يضم في وحدة واحدة ديكارة الحقيقي المدافع عن العقل والمسيح الحقيقي المدافع عن الروح عن الايمان اذا سبينوزا برر الكتاب المقدس واكد قداسته برر العقل واكد قداسته دون ان يجعل سلطة للكتاب المقدس على العقل دون ان يجعل سلطة للكتاب المقدس تنال من استقلال العقل سبينوزا فصل بين مجالي العقل والوحي دي كي يحفظ لكل منهم حقوق أزعى الآخر بالتالي كان هدفه أبعاد سلطة رجال الدين عن كل الأمور التي تكون متعلقة أي بالمعرفة هذه الأمور التي كانوا يدعون لأنفسهم سلطة كاملة فيها ويتدخلون فيها وهم لا يفقون شيئا إذن سبينوزا يرفض بشكل كامل كل محاولة من أجل إعطاء العقل مكانة ثانوية بالنسبة للوحي أبدا يقول أنا أندهش من هؤلاء الذين يرغبون في إخضاع العقل تلك الموهبة العظيمة الرفيعة ذلك النور العلوي للحرف الجامد الحروف نوجودها بكتاب المقدسة الذي ربما كان الخبث البشري أفسده أدهش كثيرا لأن الناس لا يرون أي جريمة في تحقير العقل العقل الذي هو التعبير الحق عن كلمة الله فيسمونه العقل فاسد أعمى مظلل الناس هؤلاء المساكين يظنون أن التقوى هي اللا يثق الإنسان بعقله هذا شيء غير صحيح أحد منتقدي سبينوزة كتب رسالة معارضة سبينوزة فرد عليه سبينوزة يعني يكتب له يقوله أنا أدرك الآن أنه أي برهان عقلي مهما كانت متانتة مهما كانت الأسس التي يرتكز عليها لا يوجد أي قيمة إلا بنظرك إذا لم يتفق مع التعاليم الدينية التي تنسبها أنت ورجال الدين الكتاب المقدس أنا أعرف هذا الشيء فإذا كنت تعتقد أن الله يعبر عن نفسه في الكتاب المقدس بطريقة أوضح وأدق من تلك الأمور التي يعبر بها عن نفسه في النور الطبيعي للعقل للذهن الذي هو أيضا من صنع الله الكتاب المقدس من صنع الله والعقل أيضا من صنع الله لذلك أنت يا أيها الرجل إلك كل الحق في إخضاع ذهنك لمعتقدات الكتاب المقدس ولو كنت مكانك لا ما فعت غير ذلك بالتالي يقول له هذا إذا أنت شأنك أنا لا أنا أحترف بأنني لا أفهم الكتاب المقدس مع العلم أنا كالرسة حياتي بأكملها من أجل دراسة هذا الكتاب المقدس عندما أصر هذا الرجل فيه رسالة ثانية على موقفه الذي يخضع فيه العقل المن للوحي أراد عليه اسمي أنه يقول يعني لا يوجد أي جدوى أن تستمر المراسلات بيننا لأن أنا وأنت مختلفين أصلا في المبادئ الأساسية فليش أنت عم نفسنا فكتب له قال أنا كتبت في رسالتي إليك أراد عليك لأنك كتبت أنه أنا أحب أن أحافظ على الإيمان والعقل بينما أنت لا تكترث بمختلف الآراء أبدا أنت لا تستمر العقل ولا الإيمان بالتالي أنا رأيت أنه رسائلي لا قيمة إلها يمك عندك لا توجد أي قيمة لرسائلي يمك الواقع أنا عندما كتبت هذه رسالتي إليك رسالتي الأولى كنت أحسبك فيلسوف فيلسوف خالص هذا الفيلسوف لا يقبل أي معيار للحقيقة سوى معيار العقل الطبيعي لكن للأسف وجدتك ما تقبل غير اللهوت إذن عندما نأتي إلى سبينوزا عندما أي شخص على البطاق يؤمن بالوحي هذا الشخص لا يستطيع أن ينكر أنه التفكير العقلي يرجع إلى الله على اعتبار أنه العقل رسول الحق يستمد منه الحقيقة سبينوزا يقول أنه العقل البشري ينبغي أن يكون هو الأصل الأول لكل وحي يعني هنا يضع العقل بمنزلة أكثر من الوحي لذلك يقول في هذا الكتاب رسالة في اللهوت والسياسة ولما كنا نرى أنه ذهننا ينطوي في ذاته على الطبيعة الإلهية ويتشارك مع الطبيعة الإلهية أن العقل البشري يستطيع أن يفسر كل الظاهر الطبيعية وبنفس الوقت العقل البشري يستطيع أن يحظ على الأخلاق الحميدة هذا دور العقل لذلك أن الحق في أن ننظر إلى طبيعة العقل البشري على أنه هو العلة الأولى للوحي الإلهي بالتالي ماذا نستنتج من هذا الكلام؟ نستنتج أنه سبينوزا سبينوزا من نفس منطقة الدين استدل باستدالات مهمة ودقيقة نتيجة خطيرة تجعل من العقل أساس للوحي بالتالي هو يجعل للعقل ما كانت تعلو على كل شيء ومؤكد لو أن سبينوزا خير بين العقل والوحي لما تردد في اختيار العقل سبينوزا لم يجعل للوحي مجال إلا في الأمور التي يعجز فيها الناس عن ممارسة عقولهم والتفكير اللي هنا ينتهي تتهاي الحلقة القسم الأول من كتاب رسالة في اللهوت والسياسة حلقة ثانية نكمل فيها الكتاب ويصبح هذا الكتاب رسالة في اللهوت والسياسة مكتمل يعني تغنيك حتى عن قراته شكراً